بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى شرح الشيخ هيثى من محمد سرحان يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الثاني الدرس الثاني أركان الإسلام بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له وأما شروط لا إله إلا الله فهي واحد العلم المنافي للجهل اثنان واليقين المنافي للشك ثلاثة والإخلاص المنافي للشرك أربعة والصدق المنافي للكذب خمسة والمحبة المنافية للبغض ستة والانقياد المنافي للترك سبعة والقبول المنافي للرد ثمانية والكفر بما يعبد من دون الله وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة والقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أرها مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما لها عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا أركان لا إله إلا الله النفي لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله أي الكفر بالطاوت الإثبات إلا الله مثبتا العبادة لله وحده الإيمان بالله لكلمة الإخلاص رهنانهما النفي والإثبات فاحفظا هما شروط لا إله إلا الله شرح شروط لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله بمثابة الأسنان للمفتاح فكلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان وعليه فإن كلما ورد في الكتاب والسنة أن من قال لا إله إلا الله فله كذا فإنه لا بد حتى يحصل الثواب من تحقيق هذه الشروط وهي ثمانية واحد العلم بمعناها وضده الجهل بمعناها فمن جهل معناها لا ينتفع بها ولهذا يلزو من أراد الدخول في الإسلام معرفة معناها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم إثنان اليقين أي مئة بالمئة فإن شك ولو واحدا في المئة في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد فليس بموحد ولو شك في كفر اليهود والنصارى الذين بلغتهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فليس بموحد قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة رواه مسلم ثلاثة الإخلاص فمن رأى فيها أو أشرك شركا أكبر كمن يعبد غير الله فلا تنفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه رواه البخاري أربعة الصدق فمن قالها كاذبا كالمنافق فلا تنفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار رواه البخاري ومسلم خمسة المحبة فيحب الله ولا يحب أحدا مع الله ويحب كل من أمر الله بمحبتهم وضده البغض ولهذا كان من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ستة أهل القياد أي لا بد من العمل بها فمن ترك العمل بها فلا تنفعه قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سبعة القبول فلا يرد القول أو العمل أو الاعتقاد بها قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون ثمانية الكفر أي أن ما عبد من دون الله فعبادته باطلة ولا يستحق أن يعبد إلا الله تنبيه لا بد في كلمة الإخلاص من قول وعمل واعتقاد أقسام المحبة محبة مع الله وهذه من الشرك الأكبر قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومحبة لله وهذه واجبة بل هي من أوثق عرى الإيمان قال تعالى محمد رسول الله والذين بعه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم وتكون في أربعة أشياء أولا العمل الذي يرضاه الله تعالى وهو كل ما جاء به الشرع كالتوحيد ثانيا تكون في العامل به كالأنبياء والرسل والملائكة والصحابة وكل موحد وفي الأزمنة التي يحبها الله تعالى مثل ليلة القدر وثلث الليل الآخر وفي الأمكنة التي يحبها الله تعالى مثل مكة والمدينة النبوية والقسم الثالث من أغسام المحبة محبة طبيعية وهذه جائزة بشرط أن لا تقدم على محبة الله ومثالها محبة الولد والزوجة قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين سؤال ما معنى قول المسلم عبده في شهادة أن محمد رسول الله أي لا يعبد لأنه صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية ولا الأسماء والصفات وأنه أيضا أعبد الخلق فوصلى الله عليه وسلم حقق كمال العبودية لله جل وعلا أقسام العبودية لله سبحانه وتعالى عامة وهي عبودية ربوبية أي القهر وهي لكل الخلق قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدها ويدخل في ذلك المؤمن والكافر وعبودية خاصة وهي عبودية الطاعة العامة قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وهذه تعم كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بشرعه وعبودية خاصة الخاصة وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعالى إنه كان عبدا شكورا فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية لله سبحانه وتعالى نبذة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نسبه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاجم وهاجم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام بولده ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل بمكة في شهر ربيع الأول وله من العمر ثلاث وستون عاما منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا وكان يتيما مات أبوه قبل ولادته وكان في كفالة جده عبد المطلب وبعد وفاة جده كفله عمه وأبو طالب بعثته بعث صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس فكل من بلغته دعوته ولم يؤمن به فاو كافر كفرا أكبر كائنا من كان دعوته دعا صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد ومحاسر الأخلاق والأعمال ونهى عن الشرك ومساوي الأخلاق والأعمال الإسراء والمعرات أسر به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة وكلمه الله وفرض عليه الصلوات الخمسة هجرته ووفاته عجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وتوفي بها ودفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلاغه أكمل الله به الدين وبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بكل أنواع الجهاد فلا يمكن لأحد أن يضيف إلى هذا الدين شيئا أهم غزواته سبعة وهي بدر وأحد والخندق وخيبر وفتح مكة وتبوك وعنين أولاده سبعة القاسم وإبراهيم وعبد الله وهو الطيب الطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وجميعهم توفي في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة توفيت بعد موته بستة أشهر رضي الله عنهم جميعا زوجاته اثنتا عشرة خديدة رضي الله عنها وعائشة وسودة وحفصة وزينب الهلالية وأم سلمة هند وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وأم حبيبة رملة رضي الله عنها وريحانة بنت زيد وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن جميعا مرضعاته صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب وثويبة مولاة عمه أبي لهب وحليمة بنت أبي ذؤيب للسعدية رضي الله عنها أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أول من آمن به صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن النساء أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ومن الصبيان علي بن أبي طالب ومن الموالي زيد بن حارثة ومن العبيد بلال بن رباح رضي الله عنهم جميعا حجه وعمراته صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات كلها في ذي القعدة وحج حجة واحدة تسمى حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة خلقه صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن أهمية دراسة السيرة قال ابن القيم رحمه الله إذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداب أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة